الفيلم بيبدأ بشخص بيلاحظ جسد بنته على الطريق ولما بيبلغي البوليس وبيحققه في الحدث بيكتشف ان دي مش اول حدثة قتل البنت بالطريقة دي خصوصا لما بتكون فتاة الليل ومشيها بطا وكأن المجرم بترجط فتيات الليل ويقرر يخلص عليهم كلهم والمجرم ده شغال في جرايم وبقاله مدة طويلة والبوليس رغم كل تحقيقاته مش قادر يوصله لحد ما قررت زابط بنت اسمها لومباردو تغامر بنفسها وتتنكر في فتاة الليل وعرفت توصله الكترونيا وتتكلم معاه واتفقت معاه على معاد في مكان مجبوه وبتفضل قعدة مستنياه وتحت مأمنها رئيسها المحقق كارل بتلاقي لومباردو واحد تاني داخل عليها وطبعا هي ما بتباشى عارفة شكل القتل الحقيقي في البداية بتفتكره هو بس بيقولها ان الزبون اللي كان جاي لغى معاده وهو دخل مكانه فبيطلب منها كارل في السماعة تمشي وان ده الهدف الغلط ولما بيقرب منها الزبون الجديد واللي اسمه كالفين بيكون متخيل ان البنت الرئيئة ضعيفة لقدامه واحدة من فتيات الليل اللي متعود عليها وبيبعا عاوز يتبح لها القطة ويعلم عليها عشان يسيطر وهو ما يعرفش ان هي اللي هتعلم عليه بتضربه لومباردو وبتطلع عليه كل المهرات اللي تعلمتها في كلية الشرطة وبتخليه سطيحة وبيسمع الدرب ده كارل في السماعة فبيطلع بسرعة للقوضة وبياخد لومباردو وبيمشو وبيقول لها ان اللي عملته ده تتهور وغلط وفي وقت الخناءة دي كان تريسي واللي موجودة في القوضة اللي جنب لومباردو بتنزل من قوضتها وهي بتتطوح وبيكون واضح انها شربة مخدر بتتعرض تريسي لمعاكسات من سوائين النقل والتريلات اللي واقفين تحت ومش بس كده ده واحد منهم كمان بيكرر يتهجم عليها وياخدها مع عافية ومن وسط كل دول بيظهر رجل ملاك اسمه بيتر بيقول لها انها بنته الوحيدة ولما بيحس ان تريسي تعبانة بيارد عليها ياخدها معاه على البيت لان بنته هتطبست بوجودها جدا وهو تكون فرصة ترتاح فيها وطبعا تريسي بتقول الدنيا لسه بخير وبتوقفه اما في اسم الشرطة فالوضع بيبقى مشحول ومتأذن بسبب فشل المحاققين في الوصول للقاتل المتسلسل والزوبة بيرن اللي بيكون مسؤولة عن القضية المدة طويلة جدا بيقولوله كفاية عليك كده ونديها لحد تاني يعرف يشتغلها فبينفعل بيرن وبيحس انه مجهود سنين هيروح حضر ومش بيسمح بدو بيكرر يكمل في تحقيقاته وبيقول لرئيسه ان بنات الليل دول بني قدمين ومن حقهم يلاقوا اللي يدفع عنهم ويجيب حق دمهم اللي بيروح حضر وانه مش هيتخلى عنهم زيه بالزبط زي لومباردو اللي بيكون موضوع القبض على المجرم بالنسبة لها مسألة حياة او موت بتفضل لومباردو تكلم المجرم اونلاين وبتحاول تحدد معاد تاني معاي عوضها عن معاده الاولاني اللي اتضرب وفعلا بيديها معاد تاني في فندق كده تحت السلم وفي الوقت ده بيوصل بيتر لبيته وبينشوفه وهو بيسلم على مراته وبنته لكن بنلاحظ ان تريسي مش معاه وهنا بنعرف انه حابس تريسي في خندق تحت الارض وبيطلع هو المجرم اللي الكل بيدور عليه وبيتجي بيتر لمكان الفندق اللي اتفق مع لومباردو عليه ولما بيخبط على باب القوضة بتظهر بنت من القوضة اللي جنبها وبتقوله انها فاضية وممكن يجي عندها شوية فبيروح بيتر معاها وكأنه مش مكتوب له يقابل لومباردو اما البنت دي بتكون رحت للازب رجليها في البداية بيتعرف عليها وبيعرف انها عندها عشرين سنة وطبعا هي كمان فتاة ليل بيخدعها انه هيقضي معاها الليلة واول ما بيقرب منها بيهنها وبيضربها وبيخلص عليها وبتموت وبيبدو انه متعقد من فتيات الليل وعاوز يربيهم وينتقب منهم كلهم بتيجي الشرطة تحقق في الموضوع وبتحس لومباردو بتقنيب الضمير لانها لو كانت قابلته ما كانتش البنت دي ماتت وهناك بيتكلم بايرون ولومباردو مع بعض وبيقولها انه في بلاغ تقدم عن اختفاء بنت اسمها تريسي في نفس المكان الاولاني اللي لومباردو كانت مستنية في المجرم وهنا بيقرروا اللي اتنين يتحدوا سوا ويوصلوا للمجرم ده ومن وقت الالتاني بنشوف تريسي وهي متكتفة في الخندق ومتغمي عناها وبتكون بتتعذب كل يوم اكتر من اللي قابله وبتبدأ تفقد الامل ان حد ينقذها او انها تخرج من المكان ده وبيدخل عليها بيتر وبيفك عناها وبنعرف انه وعدها لو سمعت الكلام هيفرج عنها بتفكروا تريسي بوعده فبيقولها انه فعلا وعدها بكده لكن المكان ده هو احسن مكان ممكن تبه فيه وبنحس ان بيتر عمل كده وما قتلهاش زي بقية البنات عشان شاف فيها حاجة كويسة وانها ما كانتش عجباها حياة فتيات الليل ولا بتستدرج رجالة بالعكس هو بنفسه انقذها من تحت ايد راجل من سوئين المقطرات بس قرر يحميها بطريقته بانه يحبسها ويمنعها عن العالم اللي برا تماما ولما بتترجى تريسي اسيبها وبتفكروا انه عنده بنت صغيرة ويصيرها تكبر وما يرضلهاش اللي بياملوا فيها بيمسكها بيتر وبير انها علقة عشان ما تجيبش سيرة بنته برة تانية على لسانها ولا تقرن نفسها بيها بتروح لهم برضو لكالفين وبترفع الاسلاح وطبعا بيخاف منها لانها هدته علقة محترمة قبل كده وبتسأله عن شكل الشخص اللي كان مفروض يقابلها بدل كالفين فبيقول لها انه عنده عالم مميزة وهو شكل داته معين فبتتفق لهم برضو للمرة المليون مع بيتر انهم بيتقابلوا في مالها ليلة معين واللي بيكون من اسوأ الملاهي الليلية في المنطقة وبيقول لها انه هيبى لابس لبس محدد عشان تقدر تمييزه بتروح هناك وبيكون معها بايرن وبيتواصلوا مع بعض بسماعة مخفية في ودانهم واول ما بيلمح بايرن شخص لابس نفس اللبس اللي حدده بيتر بيقفشوا وبيخرج ببرة المكان لكن لما بيطلع بيكتشف انه مع الشخص الغلط وجوه المالها بيوصل بيتر وبيتكلم مع لهم برضو واول ما بيشوف التدتو بتاعه بتعرفه بيشربه كسين مع بعض واللي بيكون مخدرها في بيتر فبتدوخه وبتبدأ تغيب عن الوعي وبيسندها وبياخدها ويخرج وطبعا لما بايرن بيرجع للمكان ما بيلاقيش له برضو وبيحس انها في خطر فبيكرر يعمل اللي كان مفروض يعمله من الاول ومش فاهمين بصراحة اللي اتأخر كل ده بس بيروح للمكان اللي اتخطفت منه تريسي وبيرجع الكاميرات وبيشوف بيتر وهو بياخد تريسي معاه وبيقدر يحدد شكل التريلا او المقطورة بتاعته والشركة التابعة عليها بيتحرك فورا على الشركة وهناك الموظفة في البداية بترفض تخليه يطالع على معلومات سوائين الشركة وبتقوله انها محتاج اذن نيبة منه لانه غير كده هتتعاقب من مديرها وده هيكون صعب عليها وساعتها بيعرفها مدى اهمية الموضوع وان في بنات بتروح ضحايا الواحد بيشتغل عندهم وبمساعدتها ليه هيقدروا ينكزوا تريسي واللي ممكن تكون عايشة وبتتعذب دلوقتي طبعا الكلام ده بيأثر في الموظفة وبتسمح لبيرن يوصل لهوية بيتر الحقيقية ومنها العنوانه بيحبس بيتر لومباردو في خندق جنب تريسي وبتبدأ لومباردو تنادي على تريسي وفعلا بتسمعها وبتنزحها تحاول تهرب عشان لو مهربتش هتتقتل وقال يعني ده اللي بيحرك تريسي من مكانها وبتبدأ تدور على أي خرم إبرة يطلعها بره المكان ده وفعلا بتنجح انها تهرب طب بكمل أول المهم بيتر بيكون بشخصية القب الحنين المثالي مع بنته ولما بيخرج من قدتها بتلاحظ بنته من الشباك ان في بنت بتجري في الجنينة فبتجري البنت تقول لباباها وبيعرف ان تريسي هربت وبيحاول يدور عليها لكنه مش بيلاقيها في الوقت ده بيوصل بيرن لبيت بيتر وبيسأل عنه فبتقول لبنت ان باباها خرج بره عشان شافه بنت بتجري في الجنينة بيتخض بيرن وبيتخيل ان البنت دي هي لومباردو وساعتها بتكون تريسي قدرت تغبط على بيت حد من البيوت اللي حوالين المنطقة بتفتح لها ستة جبيرة كلبها بيخرج بره بتدخل الست تريسي وبتحاول تهديها لكن على مين بيقدر بيتر يوصل لبيت الست وبيخبط عليها وبيقول لها ان كلبها معاه ولما بتفتح له بيفضل يتكلم أي كلام ويدور بعينه في المكان لكن بتنجح الستة انها تخرجه بره البيت قبل ما يشوف تريسي وبيحس بيتر ان لومباردو هي السبب في هروب تريسي فبيروح لها وبيعذبها وبيقرر يشنقها بس قبل ما ينفس خطته بتنجح لومباردو انها تضربه بمفكه وبتخلص عليه لكن للأسف بتفضل مشنوق او مسك الجنزير من رقابتها عشان تحاول ما يخنقهاش وتموت بس مع الوقت بتفقد الوعي وبتفوق وبتلاقي نفسها في المستشفى وبيكون بايرن انقذها وقدر يوصل لها وبتلاقي جنبها كارل اللي بيكون ممتن الكل اللي قدمتو لومباردو عشان يوصلوا للمجرم ويخلصوا عليه وينقذوا كل البنات اللي حتى لو سلوكهم خارج ووظيفتهم مجبوهة الا انهم بني قدمين ومن حقهم يعيشوا في امان من غير ما يكونوا مستباح دمهم بالطريقة دي الفيلم ده من كتابة ريم هشام المعاليفي وتعليق صوتي ستيفن حليم وبكده يكون الفيلم خلص لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في الصفحة عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا الجديدة